طيب دكتور ما ليش هارجع لحضرتك ونقول انه البروستاتا لو حصل فيها مشاكل كتيرة للمريض حصل فيها مشاكل يعني اكتر حاجة بيتأثر بيها هي الكولة او الحاجة تانية؟ هي بحكم الموقع كده البروستاتا بتأثر على الكلية يعني لو مريض مثلا عنده تضخم في البروستاتا ما بيخدش علاج بشكل كافي ويسايب نفسه بشكل مهمل هو المريض ده مرشح بسرعة انه يدخل في انسداد كولوي يعني ارتجاع على الكليتين وده بيأثر بشكل مباشر جدا في وظائف الكليتين لكن هل تضخم البروستاتا بيأثر على حاجات تانية غير الكلة؟ او طبعا بيأثر على وظائف الزكورة عند الرجل بيأثر على حاجات تانية كتير